موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم عزيزان ومشاهدين كرام إلى نشرة أخبار السادسة بعث فخابة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره المالدي في عبدالله يامين عبد القيوم هنأه فيها بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وعبر الرئيس الجمهورية في البرقية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمني عن أحر التهاني وأطيب التبركات لفخامته بهذه المناسبة متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية المالدي في الشقيق التقدم والازدهار بعث فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة إلى الدكتور مهدي علي عبد السلام عضو مجلس النواب عضو اتحاد البرلمانيين العرب والأحمر بن علي بن لسود عزاهما فيها بوفاة الشيخ علي بن لسود شيخ مشائخ قبيلة آل عبدالله بن دح العوالق الذي وافاه الأجل اليوم في مدينة عتق بشبوة وأشهد رئيس الجمهورية بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافل بالعطاء وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين ودوره الاجتماعي النشط في محافظة شبوة وأعبر فخامة الرئيس عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى كمال علي حسن بهيدر وكافة إخوانه وذلك في وفاة والدهم المناظل علي حسن بهيدر أمين عاما لاتحاد التعاوني السمكي إثر حادث مروري أليم بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وأشاد رئيس الوزراء بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية التي جسدها طوال مشوار حياته ونجاحاته خلال عمله أمينا عاما للاتحاد التعاوني السمكي ودوره الفاعل خلال إنعقاد عمال مؤتمر الحوار الوطني ومستشارا لوزارة الثروة السمكية لشؤون الصيد التقليدي في البحر الأحمر وتسمت بالعطاء والنجاح العملي في مختلف المواقع التي تبوأها وعبر رئيس الوزراء عن صادق تعازيه ومواساته في هذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه عظيم الصبر والسلوان بحث رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر مع نظيره الأردني عمر أحمد الرزاز إمكانية إنعقاد اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين في أقرب فرصة وذلك لبحث تجديد بروتوكولات التعاون خاصة في مجالات التعليم والصحة والتأهيل والتدريب المهني وكذا التسهيلات في المستشفيات الأردنية المقدمة لجرح الحرب في اليمن كما بحث الدكتور بن دغر مع الرزاز أوضاع المغتربين اليمنيين في الأردن والسبل الكفيلة بتسهيل القدوم للمملكة والحصول على الفيز للزيارة أو العلاج وذلك في إطار تعزيز العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين ونقل رئيس الوزراء تحياته فخامة الرئيس عبدالرب منصور هادي رئيس الجمهورية لأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية وتمنياته له بالتوفيق والسداد وللشعب الأردني الشقيق التطور والازدهار والاستقرار وثمن الرئيس الوزراء الموقف العروبي لجلالة الملك والشعب الأردني ودعمه للشعب اليمني في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا ومساندته لشرعية ممثلة بفخامة الرئيس وللتحالف العربية الذي يخوض معركة العرب لصد الأطماع الأجنبية في المنطقة وتحدث الدكتور بن دغر عن إمكانية استمرارية المنح الطلابية التي تستوعبها الأردن في الوقت الحاضر والموقع عليها في بروتوكول التعاون بين البلدين حتى يتم اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين الشقيقين مبنيا استعداد بلادنا في استقبال الطلاب الأردنيين في الجامعات اليمنية في المناطق المحررة وعبر رئيس الوزراء الأردنية الدكتور عمر الرزاز عن تقديره العالي لمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤكدا استعداد حكومته للبحث في ترتيب دورة جديدة لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة وتسهيل كل ما هو ممكن في الدفع بعلاقات البلدين إلى مزيد من التطور على مختلف المستويات حضر اللقاء سفير بلادنا لدى الأردن علي أحمد العمراني عقد وزير العدل القاضي جمال محمد عمر في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس المعحد العالي للقضاء وأشار وزير العدل في الاجتماع بحضور المحام العام الأول للجمهورية القاضي الدكتور علي عطبوش إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي بعد صدور قرار نقل المعحد العالي للقضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بهدف تفعيل نشاطه مؤكدا أهمية تأزيز سلطة القضاء من خلال تفعيل الأجهزة المرتبطة بالقضاء بعدا وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بسير عمل ونشاط المعحد وإقرار قبول دفعة جديدة للمعحد بعدا وذلك بفتح باب القبول والتسجيل لعدد 120 مقعد وتخصيص خمسين مقعدا للموظفين الإداريين في المحاكم والنيابات العامة ممن تنطبق عليهم الشروط القانونية للقبول لافتا إلى أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن شروط القبول والتسجيل وفقا للضوابط والشروط القانونية ناقش وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس في العاصمة المؤقتة عدن مع محافظي حجة لواء الركن عبدالكريم السنيني والريمة محمد علي الحوري سير العملية التعليمية في المحافظتين واستعرض السنيني والحوري الأوضاع التي تعيشها المحافظتين في ظل سيطرة الميليشيا الإقلابية عليها وجهود السلطة المحلية في مواجهة التمرد الحوثي وأعمالهم التخريبية التي ألحقت بالمدارس الأضرار الكبيرة مشيرين إلى أوضاع المعلمين التي يعانون منها جراء حرب الميليشيا خاصة عدم صرف رواتبهم وأكد الوزير لملس أن الوزارة ستقف مع حقوق المعلمين في كافة محافظات الجمهورية بحسب إمكاناتها الخاصة المتاحة بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس البعثة في المنظمة الدولية للهجرة سراد داش علاقة التعاون في قطاع التعليم وسبول تعزيزها وتطويرها وأكد وزير التربية أن العملية التعليمية في بلادنا تحتاج لدعم المنظمات بسبب الأضرار الكبيرة التي خلفتها وتخلفها حرب الميليشيات الحوثية الإنقلابية والتي استهدفت البنى التحتية بينها قطاع التعليم ورحب الاملس بوفد المنظمة الدولية للهجرة مشيدا بجهودها في دعم العملية التعليمية في بلادنا واستعرض رئيس البعثة في المنظمة الدولية للهجرة إسهامات المنظمة في دعم العملية التعليمية في اليمن مشيرا إلى ما قامت به المنظمة من تدخلات من فبراير العام الماضي حتى فبراير العام الحالي والتي شملت إعادة تأهيل أربع مدارس بلحج وثمان في شبوة وتزويد مكاتبها ومدارسها بالمستلزمات التعليمية بالإضافة إلى آلات الطباعة وتطرق سراد داشف إلى المشاريع المنظمة في العام الجاري مقدما دراسات لهذه المشاريع متمنيا من الوزارة دراستها وإعطاء الملاحظات حتى يقوم بتنفيذها دانت الحكومة اليمنية الهجومة الذي شنته ميليشيا الحوثي الإنقلابي على ناقلتين نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية الصعودية للنقل البحري والتي تحمل كل منهما مليوني برميل من النفط الخام بعد عبورهما مضيق باب المندب في البحر الأحمر وأكدت الحكومة في بيان لها أن هذا الحادث الإرهابي الشنيع يستهدف الإضرار بمصالح اليمن الحيوية وحركة خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وكاد أن يؤدي إلى لكارثة بيئية لولا أن الهجوم لم يسفر عن تسرب النفط من الناقلتين النفطيتين ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل فوري في مساندة جهود الحكومة العسكرية لتطهير الساحل الغربي من ميليشيا الحوثيين القلابية المدعومة من إيران والضغط على تلك الميليشيا بالانسحاب من مدينة الحديدة مؤكدة أن استمرار سيطرة الميليشيا على الحديدة ومينائها الاستراتيجي ومناطق الساحل الغربي ستظل هجماتها الإرهابية مستمرة ضد حركة الملاحة الدولية ولفت البيان إلى أن هذه العملية الإرهابية لم تكن الأولى بل تأتي في سياق عمليات مماثلة نفذتها ميليشيا الحوثيين القلابية المدعومة من إيران على حركة الملاحة الدولية للإضرار بمصالح اليمن والعالم موضحا أن الميليشيا هاجمت سفينة شحن إماراتية بالإضافة إلى شن هجماتها الفاشلة المتكررة على خطوط ملاحة في البحر الأحمر فضلا عن زرع المئات من الألغام البحرية التي استهدفت صيادين يمنيين وأكد البيان على أهمية توجه الحكومة بالتعاون مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية الصعودية الشقيقة في تطهير الساحل الغربي واليمن بشكل عام من خطر الميليشيا الإرهابية التي أثبتت أنها خطرا حقيقيا ليس على اليمن فحسب وإنما على السلم والأمن الدوليين كما أكدت الحكومة أن الميليشيا لن تراعي المعاهدات والمواثيق الدولية وأضاف في الوقت الذي يسعى خلاله المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتين جريفث ومن خلفه المجتمع الدولي جهودا حثيثة للسيناف عمليات السلام في اليمن بما يتفق مع المرجعيات الأساسية ممثلة بمبادرة الخليجية وآرياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 22-16 تلجأ الميليشيا الحوث الإقلابية لشن عمليات عسكرية إرهابية تهدف من خلالها لتقويض جهود ومبادرات السلام كما هو الحال بالهجوم الأخير على ناقلة النفط السعودية وما سبقه من استهداف مدن سعودية بصواريخ باليستية كسلوك تنتهجه هذه الميليشيا لفرض مشروعها الدموي الطائفي برعاية ودعم إيران وجددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة مساندتها والوقوف معها في إيقاف مسلسل العمليات الإرهابية لميليشيا الحوثيين الإنقلابية ووضع حد لها بموجب القوانين والاتفاقيات البحرية الدولية مؤكدة أن سلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ضمن أولوياتها وأنها لن تسمح لأي طرف بالإضرار بمصالحها الحيوية أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي أن استهداف ناقلات النفط من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية في البحر الأحمر يعد عملا إرهابيا وتهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين وشدد رئيس البرلمان العربي في بيان له على ضرورة التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط نقل النفط للعالم ومحاسبة جماعة الحوثي الإنقلابية والدولي والجماعات الداعمة لها وعبر الدكتور السلمي عن إدانته لاستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية أدانة منظمة التعاون الإسلامي استهداف ميليشيا الحوثي ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر الأمر الذي يؤكد استمرار تهديد الحوثيين للملاحة الدولية وأكد العثيمين أن استهداف ناقلات النفط العملاقة التي تمر من باب المندب لا يعرض الاقتصاد العالمي للخطر فحسب وإنما يعرض سلامة تواقم تلك السفن للخطر ويلحق إضرارا بالغة بالبيئة البحرية وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن تكرار اعتداءات ميليشيا الحوثي على السفن العابرة في البحر الأحمر يؤثر سلبا في أمن الممرات المائية المهمة للتجارة والاقتصاد العالمي ويفاقم حالة عدم الاستقرار في هذه المنطقة من العالم وأضاف في بيان له أن هذا الاعتداء يؤكد السياسة العدوانية لهذه الميليشيا الرامية إلى تهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر وزعزعة الاستقرار في الدول المطلة عليه نفذت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على مواقع الميليشيات في مديرية حيران التابعة لمحافظة حجة وحققت انتصارات جديدة وقالت مصادر عسكرية بالمنطقة الخامسة أن الجيش الوطني أحرز تقدما جديدا في هجوم مباغت على مواقعهم بمديرية حيران واستعادت كمية من الأسلحة المتنوعة وسط انهيارات في صفوف الميليشيا واكدا سقوط قتلى وجرح أطلقت قوات الجيش الوطني مسنودة بالتحالف العربية عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بمحافظة البيضاء وقال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 ميكا اللواء الركن نفرح بحيبح أن قوات الجيش أطلقت عملية عسكرية لاستكمال تحرير مديرية الملاجم بدأت من منطقة الهجفة وتمكنت من تحرير منطقة شركة بن عرب وجبل الدير وسيلة الوهبية وكذا تحرير معسكر الاستقبال بمنطقة فضحة ووادي فضحة بالكامل وصولا إلى مفرق عفار وأضاف اللواء بحيبح أن مساحة المناطق التي تم تحريرها اليوم تقدر بنحو أربعين كيلو متر ولم يتبقى أمام أبطال الجيش سوى ثمانية عشر كيلو متر للوصول إلى مفرق عفار الاستراتيجي الذي يقطع خطوط الامداد عن الميليشيات في مناطق متعددة بما فيها مدينة البيضاء استكملت قوات الجيش الوطني المسنودة بطيران التحالف العربي سيطرتها على منطقة أبواب الحديد وتحريرها من الميليشيات الانقلابية واقتربت بذلك من مركز مديرية باقم شمال محافظة صعداء وأكد مصدر ميداني بمحور علب أن قوات الجيش الوطني شنت معارك عنيفة بمشاركة ميدانية من وحدة المدرعات في قوات الصاعق السعودية وإسناد جوي من طيران التحالف العربي على مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة أبواب الحديد وتم دحر الميليشيات الحوثية منها وأشار المصدر إلى أن تحرير منطقة أبواب الحديد يعتبر المدخل الأهم للوصول إلى مركز مديرية وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مصرع وجرح العشرات من ميليشيا الحوثي وتمكن الجيش الوطني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد دمتم معزان المشاهدين الكرام ودام الوطن بألف خير وإلى اللقاء